موسيقى موجز الأخبار من المحور أهلا بكم أكدت السيدة انتصار السيسي أن الدولة المصرية تمضي نحو الحفاظ على حقوق المرأة والقضاء على العنف ضدها وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وأشارت السيدة انتصار السيسي عبر مواقع التواصل إلى أن مصر تمضي بثبات نحو تمكين المرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن فهي الدرع الحامي الذي يصون الأمة ومستقبلها أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك فرصة حقيقية للموء اقتصادي عالمي أخضر وتطلع مصر إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيت وزير المالية بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال كما أشار مدبولي لأن مصر تحركت بسرعة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة مؤكدا أن الدولة تستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035 لتصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة أو من خلال الهايدروجين الأغضر والأمونيا وغيرها أعلنت وزارة الصحة والسكان لانتهاء من إجراء مليون واربعمائة وواحد وستين ألفا وستمائة وسمان وعشرين عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحارقة التي تشملها المبادرة أشار بيان وزارة الصحة لأن الوزارة تتابعت أكثر من 52 ألفا وثمانمائة واربع عشر حالة بعد إجراء العمليات للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى بالإضافة إلى استقبال 46 ألفا وثمانمائة طلب خدمة عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة يواجه منتخب إنجلترا نظيره الولايات المتحدة الأمريكية في التاسعة مساء على الساد البيت ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم قطر 2022 وتضم المجموعة الثانية أيضاً كلاً من منتخبي إيران وويلزة اللذين انتهت مباراتهم اليوم بفوز المنتخب الإيراني بهدفين مقابل لشيء ليتمكن من تحقيق النقاط الثلاثة الأولى له في البطولة اشتركوا في القناة